طالبت غرفة صناعة الأردن الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية لما له من تأثير سلبي على بعض الصناعات ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري قال إن القرار سيشكل ثغرة في النظام الجمركي في ظل القدرة على استيراد كميات صغيرة في كل طرد بريدي ودون قيود لعددها وبالتالي سيحدث ثغرة في القدرة على تجميع كميات تجارية وإتاحة الفرصة أمام الكثيرين لاستغلاله وأكد ضرورة التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية وعدم اتخاذ قرارات لمزاحمة المنتجات الأجنبية للمنتج المحلي بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها تلك المنتجات في الأسعار والتكاليف من شحن ونقل وغيرها